يجري وزير الخارجية الفرنسي اعتباراً من يوم السبت جولة في الشرق الأوسط من المقرر أن يتطرق فيها خصوصاً إلى الوضع في جنوب لبنان وفي غزة وتعد هذه الزيارة الثانية لإستفان ساجوغنين للمنطقة بعد زيارة أولى مطلع شباط بعيدة توليه منصبه الزيارة تأتي بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون الجمعة الفائت في قصر الإليزية مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي وقائد الجيش زافعون حيث تشير مصادر الأوتيفي إلى أن وزير خارجية فرنسا بصدد تقديم طرح أكثر ليونة عن المرات السابقة حيث أصبح الفرنسيون يتكلمون عن تطبيق 1701 ربطاً باتفاقية الهدنة أي إعادة تموضع الحزب وغيره من المجموعات من دون تحديد المسافة الجغرافية بدل الانسحاب من مسافة تتراوح بين 10 إلى 12 كم عن الحدود كما اعتبرت المصادر أن هذا المسار هو الأكثر إيجابية حتى الآن بانتظار أن يأتي سجغنيه بملف أكثر ترابطاً هذه المرة كما تؤكد أوساط رئيس الحكومة أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي تأتي عطفاً على اللقاء الذي جرى في الإليزية حيث يلتقي ميقاطي وزير الخارجية الفرنسي يوم الأحد حيث يتوقع أن يكون للأول موقف بعد اللقاء يذكر أن ميقاطي التقى سفير فرنسا في لبنان في الساعات الماضية